ينضم إلينا من أوكرانيا كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية بداية هناك إصرار دائم من الرئيس فلودمير زلنسكي على أن يكون في مفاوضات مباشرة وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلودمير بوتين الذي من جانبه يصف زلنسكي برئيس حكومة انقلابية هكذا يصفه فلماذا يصر الرئيس زلنسكي على هذه المفاوضات وجها لوجه هل هو متأكد من أنها ستخرج بنتيجة رئيسي هو يتحدث عن المفاوضات واهتمامي بها منذ اليوم الأول من الحرب لأن هذه المحادثات المباشرة بين الرئيس زلنسكي ورئيس بوتين هو الذي قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من أوكرانيا وكما تعلمون نحن انخرطنا في جولات متعددة من المفاوضات وكان لدينا اجتماع لأربعة من وزرائنا بحضور الوزير التركي لكن تلك المحادثات والمفاوضات لم تأتي بأي مخرجات حقيقية كان هناك هدف إنشاء ممرات إنسانية وعندما نتحدث عن ممرات الإنسانية فإننا نتحدث عن جميع الممرات على سبيل المثال في ماريوكول في جنوب أوكرانيا هناك معاناة من إبادة إنسانية ضد الأوكرانيين الناس عالقون في المدن ولا يسمح لهم بالجلائم من هذه البلدات لذلك حتى اتفاق بشأن كل الممرات الإنسانية لم يتوصل إليه لذلك للأسف الشديد في الوقت الحالي بوتين ليس مستعدا لمفاوضات مباشرة لكن رئيسي مستعد وهو يطالب القادة في العالم لمساعدتنا لجالب بوتين إلى طاولة المفاوضات طيب إلى أين وصلت المفاوضات التقنية بينكم وبين الجانب الروسي هناك مفاوضات تجري منذ البداية في لجان أحيانا حتى عبر الفيديو إلى أين وصلت هذه المفاوضات التي تقولون أنها صعبة لكنها تمضي ولو ببطء نعم هذه المفاوضات مستمرة وتتواصل نحن نجحنا في عقد جولة رابعة من المفاوضات على مستوى الوفدين لكننا لم نجري ذلك مباشرة وإنما عبر الاعتمار عن بعد في الوقت نفسه المجموعات الفرعية تعمل بشكل يومي هذه المجموعات يمكن أن تحل مشكلات في الممرات الإنسانية وبعض القضايا ذات الصبغ القانونية لكن مرة أخرى نحن نقول نحن نقول يبدو أن الوفد الروسي يلعب بورقة الوقت وينتظر سابعة أخرى حتى تنتهي العملية العسكرية في روسيا ميدانيا من أجل التحدث من موقع قوة أكثر لكننا قلنا أننا مستعدون لمفاوضات جدا من أجل جلب السلام إلى دولتنا لأن كل يوم كل ساعة هناك قصف للأطفال والنساء والمدنيين وكذلك الجنود الأوكرانيين ولذلك يجب أن نقف ذلك فورا وأن يكون هناك سحب للقوات الروسية وهذه المفاوضات لأوكرانيا اليوم كان في قمة للنيتو وعد بتقديم مزيد من السلاح لأوكرانيا لكن النيتو ما يزال يرفض والغرب إغلاق المجال الجوي الأوكراني كيف تقيمون الدعم الذي يقدمه النيتو والغرب لكم حتى الآن؟ نعم كان هناك قمة في حلف شمال الأطلسي ورئيسي تحدث إلى قادة الناتو في هذه القمة وأخبرهم بأنه طالب بمنطقة حضر تيران منذ اليوم الأول للحرب للأسف الشديد الناتو هو مؤسسة لم تكن قادرة على تطبيق هذا وهذا مخيب للأمل ولكن الناتو والدول الغربية يمكن أن تفعل الكثير لدولتنا يمكن أن يتشارك معنا دباباتهم ومقاتلاتهم الجوية وكذلك أنظمة الدفاع الجوي وذلك من أجل استهداف المقاتلات الجوية ورئيسي قال ضعوا فقط واحد في المئة من قواتكم مع أوكرانيا وسنفوز لأنه إذا لم توقف أوكرانيا المعتد في أوكرانيا فهذا العدوان قد يمتد إلى دول أخرى في الناتو مثل دول البلطيق وبولندا وألمانيا وفرنسا لذلك من الأفضل لدول الناتو أن تؤمن أوكرانيا الآن بدلا من تفكيري في أمن دول الناتو لاحقا طيب كيف هو الوضع العسكري على الأرض هناك من يقول بأن الخطط الروسية تتعثر لكن روسيا تقول أنها ماضية بشكل جيد في خططها وأنها غير مستعجلة هل يعني موسكو تشغل الناس بكييف بينما هدفها الحقيقي هو السيطرة على السواحل الجنوبية من ماريوبول إلى أوديسا وحرمان أوكرانيا من الوصول إلى البحر إذا أردت أن تسيطر على كل أوكرانيا وإذا حاولوا أن يسيطروا على كل أوكرانيا أو أجزاء منها فإنهم سيفشلون وهم يفشلون وفي الإعلام الزائف والأخبار الزائفة هم يقولون أنهم يتقدمون لكن الواقع غير ذلك لم يتمكنوا من السيطرة على أي مدينة كبرى لم ينجحوا حاولوا السيطرة على خاركيف وأوديسا وكييف لكنهم لم ينجحوا وكانوا يتقربون من البحر الأسود نعم هم نجحوا في تطويق بعض المدن في جنوب أوكرانيا وشرق أوكرانيا لكن ليس هناك نجاح لهم في أي مدينة على مستوى السيطرة والتحكم الناس يتظاهرون في المدن الصغيرة وهناك أعلام ترفع والناس يقتلون ويخطفون ويرحلون قسرا من أوكرانيا إلى روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها روسيا ومع ذلك هم يواجهون مشكلات ومصاعب وهؤلاء الأوكرانيين الذين رحلون قسرا لا يستسلمون لذلك هناك استخدام للأسلحة لكن هناك مصاعب لدى القوات الروسية في الأسلحة والإمدادات اللوجستية والغدائية ولكن نعرف أنه قد نقول في الوقت الحالي لن يتمكن من أن تكون لهم هذه الفرصة للسيطرة على أوكرانيا لأن الجيش الأوكراني حقق نجاحات واليوم فقط نحن تمكننا من وقف في سفينة كبيرة تحمل أكثر من 20 ألف طن من المركبات العسكرية و100 جندية ولذلك نحن لن نتوقف إلا إذا فزنا بالنسبة للسؤال الأخير لحرب المعلومات هل صحيح أنه فيه ألغام بحرية فلتت في البحر الأسود وماذا عن خسائر الجانب الروسي من جنود وأيضا هل لديكم معلومات أنه فيه خلاف داخل الجيش الروسي أو ما إلى ذلك مما يشاء ما هي رؤيتكم للطرف الآخر من هذه الحرب وموضوع الألغام إذا كان عندك معلومات طالما أنك تحدثت عن هذه السفينة لا أعرف بشأن الألغام البحرية لكن يمكن أن نتوقع أي شيء من روسيا ونعرف أن هناك ابتزازا من روسيا والمجتمع الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية وهذا منذ اليوم الأول بالنسبة للخسائر الروسية نعم أقول لكم بأنهم فقدوا خمسة عشر ألف شخص جندي وكذلك فقدوا نحو مئة مقاتلة جوية وأكثر من مئة مروحية وكذلك مئات الدبابات لذلك هم يعانون بشكل كبير ونحن نتحدث عن جيش ليس ثاني أكبر جيش في العالم كما يدعون وإنما عن جيش يعاني ميدانيا ولذلك هناك دعايات وأخبار زائفة تروج من قبلهم يقولون بأنهم يفوزون لكنهم عليهم أن يقنعوا شعبهم وعليهم أن يقنعوا الأوروبيين والدول العربية بما يقولون وإذا كانوا لا بأس بهم أو يتقدمون لكانوا قد سيطروا على أوكرانيا لكن هذا لن يحدث شكرا جزيلا لضيفي من أوكرانيا كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الأوكراني إيهور جوف كفا شكرا جزيلا لضيفي من أوكرانيا